يعني تصعيد خطير من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة وتباغوا البري ويعني الشمال تقريباً أكتر من 80% من أهل الشمال نزحوا إلى الجنوب وضع خطير جداً وضع مأساوي لم يعد هناك مكان آمن لم يعد حتى هناك مكان يمكن للفلسطينيين أن ينزحوا إليه مرة أخرى حضرتك شايف هذا المشهد إزاي واخترته وإيه وقرأتك ليه إيه يعني بداية تحية لكم ولكل المشاهدين ولكل قناتكم ولكل الإعلاميين حقيقة الذين يقومون بتغطية هذا المشهد المهم والمجد لشهداء فلسطين وكل أبناء شعبنا تحية لهم على هذا الصمود الحقيقة أنه الذي يجري في فلسطين الآن هو تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48 مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل بربري سافر الآن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة إلى جنوب غزة هو هروب من نتنياهو للأمام هذا على المستوى العسكري نتنياهو الآن لا يعرف كيف يعود إلى الوراء لأن عودته إلى الوراء هي عبارة عن انتهاء حكم السياسي وفشلا ذريعا كل الوعود التي وعدها لناخبي ولجمهور ولحتى لحزب الليكود ولذوي الأسرى قبل ذلك أنه وعد بتحرير الجنود ووعد بتحرير المدنيين لم يحقق أي منها وعد بالقضاء على المقاومة الفلسطينية والفصال الفلسطيني المسلحة أو برأس قادة حماس للتنين اللي هو السنوار والضيف الذين يقودون المعركة الحقيقة أنه لم يحقق أي من هذه الأهداف التي ذكرها ثم أيضا فيما يتعلق بهجومه الكامل والوحشي على غزة وتهجير جزء من أبناء غزة ودعى مسبقا أنه قام باحتلال غزة شمال غزة والسيطرة عليها وأصبحت تحت قبضة وليوجد فيها مقاومة خرجت منها العديد من الصواريخ وخرجت منها المقاومة وتكبد العديد من الخسائر في العديد من المشاهد ويظهر للعالم ولكن هو بسبب فشل هذا وعدم قدرته على الدخول إلى المعركة الحقية البرية بشكل يعني زي ما بقولوا كده في البلد راجل لراجل أو مواجهة برية مباشرة من مسافة صفر يعني حرب برية هو يختبئ ما بين اختفاءه خلف الدبابات وخلف الأليات العسكرية ويستند في قصفه إلى ضرب المدنيين بأكبر قدر ممكن وتدمير البنية التحتية لماذا يفعل ذلك؟ لقتل الحياة قتل الحياة مهم جدا بالنسبة لنتنياه لتنفيذ المخطط ما بعد الحرب وليس الآن لأن الناس كلها يعني هو يقتل أطفال ويقتل مدنيين ويضرب في المستشفيات وكذا حتى لو حصلت هدنة ووقف لإطلاق النار في هذه الحالة لا يمكن أنا كإنسان لا يمكن أعيش في هذا المكان أصبح مدمر لا في مستشفى ولا في بنية تحتية ولا في كهرباء ولا في مياه ولا حتى في مدارس للأطفال العيشين أنا بأيش حاول كل في عندي أطفال حوالي 3500 طفل حتى الآن من أطفال مدارس فقدوا يعني خرجوا من سجلات المدرسية على مستوى المحافظات الشمالية أيضا أنا أقول بشكل صريح أنه لماذا يقتل الحياة في غزة لإعادة فكرة التهجير للشعب الفلسطيني خارج فلسطيني بغض النظر عن كانت مخططاته مسبقا أنه كانوا مخططه بشكل أو بآخر أنهم ينقلوهم إلى سيناء في فكرة التوطين البديل والشعب الفلسطيني رفضها لا لأن هناك مخططات أخرى هي التهجير مش التهجير القسري ما يسمى الآن خرج عندهم في الإعلام الإسرائيلي التهجير الطوعي يعني إيش تهجير الطوعي؟ يعني الإنسان الفلسطيني حاببت تعيش في هذا المكان نعيش ما هو مدمر فأنا شخصيا لما ينعرض علي كإنسان هو قصري أيضا هو قصري هو يجبرك على أن تقول بنفسك أريد أن أسافر أريد أن أغادر فهي كلمة الطوعي يعني طوعية أنت جاءت منك أنت بإرادتك أنت كفلسطيني أن تغادر طوعية من أرضك للعمل في دولة أجنبية بس حتى المشهد يفنم برضو يعني حتى لو وقت الهدنة في مواطنين من النزح ومن الشمال كانوا عايزين يرجعوا مرة أخرى نعم نعم حتى لو المكان مدمر هو يراهن على الضغط الكبير جدا لتدمير كل مقومات الحياة وبالتالي يجبر الإنسان الفلسطيني على التهجير وبالمناسبة هو مش عايز كل الشعب الفلسطيني يهجب هو عايز منطقة شمال غزلة إيجاد ما يسمى بحاجز أمني يعني منطقة فاصلة عازلة ليقلل أو يخفف من عملية الهجوم البري الفلسطيني بمعنى أنه في المرحلة القادمة لو حصل هدنة ووقف اطلاق النار وانتهت الأمور بسلام وعيدة انسحبة القوات الإسرائيلية من غزة هو يريد أن يكون في المرحلة القادمة ما يسمى أولا منطقة عازلة بمسافة 3 كيلو إلى 5 كيلو في منطقة غزة هذه معزولة منزوعة السلاح مش موجود فيها فلسطيني ومنطقة صحراوية بحيث أن الفلسطيني لا يستطيع الهجوم البري عشان يوصل لحدود أو ما يسمى بغلاف غزة عند الاحتلال الساعة لكن ها عندنا رشاقات صاروخية وعندنا مسيرات بنسبة للقاوم مقصد يعني هو لو قدر أنه يوقف الهجوم البري لكن لا يستطيع يتعامل نعم هو يريد أن يفعل أولا يعني يحجم مسألة الهجوم البري يوقفها تماما ومن ثم مسألة الهجوم الجوي يعيد حساباته فيه القبة الحديدية بتعزيز القبة الحديدية وكيفية استهداف أي جسم طائر يأتي إليه يقوم باستهدافه بشكل كبير جدا أما على المستوى البري هو يريد أن يضمن أنه لا يوجد زحف يعني غلاف للغلاف نعم لحماية الغلاف ولحماية ما بعد الغلاف المستوطنات الشمالية أو المدن الشمالية لغلاف غزة ما بعد مدينة غزة عسقلان والزدود والمناطق هذه وصولا إلى يافا وتل لبيب فيما بعد تل لبيب التي تسمى تل الربيع سابقا وصولا إلى شمال أو محافظات الشمالية لذلك هو يشعر بالقلق لكن هو على صعيده الداخلي هو أيضا يمر بظروف خطيرة جدا حقيقة قبل 7 أكتوبر كان له موعد للمحاكمة وتم تأجيلها لمدة شهرين الآن انتهت الشهرين ونحن ندخلين فيما بعد الشهرين قبل يومين تقريبا بدأوا يتحدثوا عن إعادة فتح ملف المحاكمة للاحتلال على أربع قضايا لنتنياهو على أربع قضايا ترجمة نانسي قنقر